دعالوا النهاردة بقى لما اقولكم على الاز طريقة للبريك التركي باللحمة المفرومة احلى غدا ممكن تعملوه ده بقى مش زي اي حاجة عملتوها قبل كده طعموا في حتة تانية خالص هنحتاج كوباية ونص من اللبن الحليب بيتين هنحتاج كمان معلقة صغيرة من الخل هنضرب كل حاجة مع بعضها ندوب البيت في الحليب كده ومعاي اربع كوباية ونص من الدي وعليهم معلقة صغيرة من الملح اللي هو بما يعادل 600 جرام تقريبا من 615 كده وانا في الوصفة دي مستخدمة كوباية معارية بس ممكن تستخدموا الكوباية العادية بتاعت المطبخ مفيش مشكلة هنزل بنص كمية الدي طبعا انا متعودة ومعاوداتكم ان احنا نضيف الدي بالتدريك هحط نص كمية وديله تقليبة كده وبعد كده هضيف النص التانية على مرتين كده باللحاجة بس علشان العجينة ما تنشافش مني او دي ازيد واضطرها زاوية سوي خلاص كده ضفت الكمية كلها هي كده تمام هي هتاخد المعارضة بالزبط واول ما الاسباتلة تبقى صعب تقلب العجينة بقى كده خلاص وقت العجن بأدينة هنعجم بأدينة او بالعجينة وتقفر اي حاجة انا عندي عجينة على فكرة بس ما بستخدمهاش عشان عارفة ان مش كل الناس عندهم عجينة وهبتدي عجم في العجينة دي بقى لحد لما تتلم وتشرب دي كله وتنعم كده ولو لقيتها بتلزق ومحتاج تاخد معلقة ولا معلقتين من دقيق بزودها مفيش مشكلة لحد ما يبقى قوامل عجينة ناعم وقاملة زي ما انتو شايفين كده طبعا نضيفة نحط فيه نقطتين زيت نحط فيه العجينة ونغطيهم نسيبها ترتاح خمس دقيق فقط مش اكتر من كده بعد كده بنفردها على شكل استوانة وبنقيا نشكلها شكل استوانة ونقسمها ليه 8 قطع متساوية قد بعضها او من 8 ل 10 قطع بس 8 قطع ممتاز كده وهي عامل معانا صناية كبيرة او كمان وناخد كل قطع فيهم وبنقورها نقفلها من تحت كده ونقورها ونشيلها على كده طبعا القرات دي لازم ترتاح قبل الفرد بنسيبها ترتاح 10 دقيق حطتها على سطح بس مرشوش بالديق علشان ما تلزقش وغطتها علشان ما تنشفش من فوق و10 دقيق راحة وبعدين هنبتدي نفرد فيها ناخد بقى كرة كرة على سطح مرشوش بالديق ونديها رشوش بالديق برضو من فوق ونفردها بالنشابة كده كل ما العجينة ترتاح كل ما يبقى افضل ولكن في المرحلة دي 10 دقيق كفاية جدا نفردها للحجم اللي انتو شايفينه ده تقريبا وفي طبق بندهنه دهنة زيت كده وبنحط عليه العجينة اللي احنا فردناها نزبطها كده نفردها فردة خفيفة كده في الطبق نخليها نفس المقاسة على الطبق وبردو من فوق معلقتين زيت كده ولا حاجة ونغلفها ونغطيها بالزيت يعني خليها تتغلف كلها بالزيت وبنكمل نفس العملية لبقية الكرة نفردها نفس الحاج نحطها بقى فوق قطعة العجينة اللي احنا كنا لسا فردينها نحط برضو فوقيها معلقة زيت كده ولا حاجة احنا بنحطهم فوق بعض وهنفصل بينهم بالزيت يعني تبقى كل واحدة متغلفة بالزيت كويس فمش هيلزقوا في بعض ولا حاجة نفضها كده من ديق تنفيضها كده خفيفة حطها فوق اللي قبلها وزيت فوقيها يكون مغطي العجينة علشان اللي فوقيها ما تلزقش فيها فعشان كده بفرده بايدي عشان أبقى حاسها به واتأكد ان هو توزع في كل حتة ما فيش نقطة ما فيها الزيت عشان اللي فوقيها ما تلزقش نفضها كده من ديق تنفيضها كده خفيفة بنكفق دينا كده زي ما أنا عملت نحط عليها معلقة زيت ونغلفها بيها كده كويس حد لما نخلص الكيمياء كلها بنحطهم فوق بعد كده بس طبعا مفصلية عن بعض بالزيت وبنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة من نص ساعة لساعة وكل ما اتطول في المرحلة دي بقى بالزيت الوصفة بتبقى سهلة جدا 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 على بقى ما ترتاح هنجهز الحشوة بتاعت طبعا تقدروا تحشب بأي حشوة انت عوزينها تقدروا تحشب جبن بسبانخ بأي حشوات انا هحشب لحمة مفرومة انا عاملة بوريك باللحمة المفرومة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة وبنزل بيها على طاصة صخنة جدا طاصة غير لصقة اللحمة فيها ده فهتنزل دهمون يعني مش محتاجة سامنة ولا زيت ولا حاجة ممكن نحط معلقتين زيت بس بتيها كده ايه تشميع وما بتنزلش مياه طبعا مدام نزلت على طاصة صخنة بعد كده ننزل عليها ببصلتين مفرومين فارمي ناعم اتبصل انا فرماه في الكبة او في محضرة الطعام فهتحيث ان هو ناعم بس مش مبشور في المبشرة يعني مفيش فيه مياه نحط بقى بهارات اللحمة بتاعت البوريك ملح وفلفل اسود نص معلقة صغيرة قرفة نص معلقة صغيرة جنزبيل نص معلقة صغيرة بهارات اللحمة نص معلقة صغيرة جستطيب ولو عاوزين تلغوا جستطيب مفيش مشكلة نحط بقى البهارات نقلب كل حاجة مع بعضها هنحتاج كمان واحدة من الفلفل الرومي اللي هو الاخضر او الاحمر او الاصفر انا ما كانش عندي اخضر في حطيت الاحمر واحدة كبيرة كده من الفلفل الكبير بديهم تقليبة كده مع بعض كل ده النار شغالة الفلفل يدبل كده وينزل ميته ويطلع ريحته بندفي النار ونحط عليها ايه رشة كده من البقدونس بصوا البقدونس حلو جدا في الوصفة بس انا مش عايزين تحطوه وتحطوش حتى الفلفل كمان مش لازم تحطوه يعني ممكن تزودو الخضار اللي انتو حابين انا طافية النار بديله تقليبة كده فالبقدونس بقى بيطلع ريحة تجنن دلوقتي مع ميكس البهرات واللحمة شيلها بقى على جنب ومعايا صانية الومنيوم طبعا الوصفة دي تكفي صانية لحد مقاس ممكن 35-36 يعني صانية كبيرة كمان فاكبر صانية عندكم استخدموها تدوها دهن الزيت انا حتى ورق الزبدة بس علشان ناوية ان انا انقل البوريك من الصانية دي لصانية تانية بعد كده فعايز اطلعوا بسولة مش عايزها يعزبني ولكن انتو دهنوا دهن الزيت من غير ورقة زبدة ولا حاجة بصوا بقى شايفين اللي عاجينا سهلة الفرد ازاي طبعا انا سبتها ترتاح خدت لها ساعة والحاجة راحة على ما خلصت الحشوة بصوا باش الدهب تتشد معي من غير ما تطقتها ولا حاجة ليه لانها ارتاحت ولا فرادة ولا نشابة ولا حاجة بيه دي كده وهي طبعا بالزيت بتاعها ويه باشدتها بتروح مفروضة معي زي ما انتو شايفين كده على قد ما تقدروا بقى مش لازم ترققوها قوي ما فيش مشكلة هو ده ايه هيحصل ايه في الاخر هتلف في الصانية شكل حلزوني فممكن تبقى حلزونة قصيرة مش عادة تبقى حلزونة كبيرة يعني كده كده هنفردهم كلهم طبعا حطيت الحشوة وفي ناحية واحدة وفي طرف واحد وبرامتها على الحشوة ويهحطها في الصانية بالشكل اللي انتو شايفينه ده بنلفها ونبرو مها بالشكل ده واخر حاجة الطرف بنحطه تحت كده عشان بقاش مفتوح بس نطلعش الحشوة يعني منه والتانية نفس الكلام بصوا شايفين السهولة بصوا بتتفرد بسهولة ازاي تشدها بس بالراحة كده واحنا كاننا بننفض كده سجادة يعني تحركوا قديكو كده لفوق وكانكم بتنفضوا كده ترفعوا قديكو فوق وتحت كده فتروح مفروضة معاكم بقى من غير تقطيع خالص نحط الحشوة على طرف واحد واللي فقه ونبرمها ساعت حيش انهم ممكن تتقطع واحنا بنبرم عشان الحشوة تقيلة شوية عليها احنا مرقاقينها بس كملوا برم هتبقى تمام وبصوا بتطول اصلا اكتر واحنا بنبرمها ونفس الكلام القطعة اللي بعد كده نلفها حوالين القطعة الاولانية على زونة كده والطرف تحت زي ما انتو شايفين كده بصوا شايفين اللي انا الحركة رابعا بعملها بايدي دي هي دي اللي بقولكو عليها لو حاسبتونا بتتقطع ما تشدوهاش لأ انفضوها كده كأنكم بتنفضوا كده سجدة عارفين تنفض السجاجي ايوة كده بالظبط بصوا مش هتتقطع يعني دي بتخلي العجنة تتفرد من غير تقطيع وممكن تحطوا جوة معلقتين كده سمنة بلدي او زبدة يعني تاخد نكهة السمنة او زبدة يعني احنا عاملين زيت انا صراحة ما عملتش كل الشرايح فيها سمنة يعني عملت واحدتين تلاتة كده اللي حطيت جواهم معلقتين سمنة بس كانت راحتها تجنن مش هايزة اقولكو برضو حلوة بتورق او بتبقى جميلة او بالزيت بتورق بالسمنة بتورق بالزبدة بتورق بس السمنة بتدي طبعا نكهة كده بنكمل بقى ونلف القطع كلها ونحطها في الصناية بنفس الشكل كده حتى لما انخلص الكمية كلها على فكرة الكمية دي تعمل معنا صناية اكبر من دي كمان يعني دي اكبر صناية عندي اتبقى معايا قطعتين عملتهم في صناية صغيرة وحشوتهم بقى سبانخ بالجبنة انا انا بحب السبانخ جدا فكانوا قطعتين صغنانين جدا في صناية صغيرة بس انتوا بقى لو عندكم صناية كبيرة مقاس مثلا خمسة وتلاتين مقاس تمانية وتلاتين يعني صناية كبيرة قوي عادي هتملاها وتبقى جميلة ندهنها من فوق بمعلقتين او تلات معلق من اللبن الحليب ومعلقة سامنة سايحة كده على الوش من فوق وممكن تدهنه بسفار بضاية وثلات معلق حليب تحط عليه من نقطتين خل يعني زي ما انتوا عاوزين سامنة وحليب او سفار بضاية وحليب وندخلها الفرن على درجة حرارة 190-190-2 كده سبها بقى لحد لما تحمر وتاخد لهم من فوق ممكن تطلع عليها شاوية لو الفرن عندكم ما بيحمر شاوي بصوا انا بتأكد ان ورقة الزبدة تماشر انه ينقلها في صانية تايحة لان دي اصورها عالية شوية فانا عايزاكم تشوفوا بس شكلها عامل زي فانا قلتها بصوا في صانية صغنانة خلص من هي بتاع البيتزا شلت بقى ورقة الزبدة وحطتها بقى في صانية صغيرة دي بس عشان اواريكم شكلها عامل زي طبعا بتبقى مقارمشة كده من برا وفي نفس الوقت من جوة طرية ومورقة مكس كده غريب مش محتاجها تتغطى ولا اي حاجة هي فيها ارمشة خفيفة كده مش الارمشة اللي هي القوية لا ارمشة بسيطة ودي طبعا حلاوة الطبقة الخارجية مش عايزة اقول لكم رحتها عاملة ازاي تجنن تجنن حاجة مختلفة غير الجلاش خالص الجلاش في حتة ودي في حتة تانية خالص ماشيش نبقى متفقين ده البوريك التوركي اللي هو الاصلي اللي هو بالعجينة شوفوا بقى الجميل شوفوا عاملة ازاي شوفوا من جوة طريقة ومن برد كده مقرمشة بصوا هي تستاهل تستاهل بجد الخطوات اللي اتعملت لها برغم انها سهلة جدا على فكرة مفيش فيها فرد كتير يعني بنشد بس بايدنا تفرد معانا بسيطة زي اي معجنات بتعملوها بس بسبوع ترتاح شوية علشان تفرد معاكم بزيطة وبس كده اتمنى ان الفيديو كنا عجبكو ما تبسوش تجربوا الوصفة وتقليل رأيكم فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيدي كتير